حسام أشرف ومجد هاني كلامة قال واتكتب كتير انه الزمالك في الظروف اللي فيها ناوي اقتاع عارتهم ناوي يرجعوا الزمالك حسام أشرف كمان نور معاكو جدا ومجد هاني لعب كبير برضو هل فيه كلام هل حصل كلام من نادي الزمالك هل انتم مشتحدين أصلا لقطع الأعراض بص طبعا احنا اخدنا من نادي الزمالك ثلاثة أعراض حسام أشرف ومجد هاني وطريق علاء ثلاثة لعبها مميزين جدا جدا حتى الان ما فيش اي كلام في الاتجاهة ده خالص اعتقدش ان احنا يكون عندنا الابشن ده ان هما يرجعوا او نقطع الأعراض واصلا مش موجود في السيغة التعاقد بيننا وبين بعض فانا اعتقد ان هوا كمان لسه قدامهم شوية يعني يعني حسام أشرف يعني شوية كده طبعا نضم المنتخب الأولمبي في النهاردة في التجامعة بتاع بكرة ده ان شاء الله يعني شنتصيات باريس لكن حسام أشرف عنده لسه حاجات كبيرة جدا جدا هتظهر مع الوقت حاجة محترمة جدا نفس الكلام على مجد هاني نفس الكلام على طريق علاء بس لأ ما فيش اي نيال نحنا طالق على عرق ما نفعش لا قانونا ما نفعش انا عاصر ما نفعش ليه كنتوا عشانتوا هل هما بتعبنوا معهم ان هما عمدة رئيسية في الفريق بص بص ما فيش احمدة رئيسية في الفريق على أشخاص انه زي ما اتكلمت معاك احنا عندنا بدائي لكل الناس لكن انا ما نفعش في الفترة دي ان انا افرب بسهولة اه فهمت احنا لازم بلان احنا بنشتغل على حاجة مهمة جدا كابتا احنا دروف بيشتغلها طول الوقت مع اللعيبة ان احنا يكون عندنا هوية يكون عندنا شخصية للفرقة فالمشكلة مش في ان انت تعود أشخاص المشكلة ان انت تعمل دروب في شخصية الفرقة وهو ذا اللي احنا عايزين نحب طباك